بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معذرة عندي مرور فمش جاي بقدر الحدث اسمحوا لي في البداية بس يعني أهنيكم على المشروع الأستاذ في مدينة الشيخ زايد أنا من الناس اللي مؤمنة بالرياضة وأهميتها لأن الرياضة بتخاطب في المقام الأول الشباب يمكن من 2014 من تولي فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيسة الجمهورية والدولة بتتبنى قضية مهمة جدا وهي قضية مضاعفة المعمور المصري احنا لغاية 2014 عايشين على 6 أو 7% لما نحط الأجسام المائية من مساحة الجمهورية 6 أو 7% ده معناها كسافات سكانية عالية كان عندنا مخطط لتطوير الدولة بيقول إن إحنا عايزين نعيش على 12 أو 14% على الأقل من هذه المساحة طبعا مش مجال إن إحنا نشرح لكم خطط التنمية بس أنا عايز أقول لكم اللي إحنا فتحنا فيه وبنشتغل فيه حاليا في الدولة بالمجتمعات العمرانية الجديدة الـ 14 مجتمع عمراني بتوعجيل الرابع اللي إحنا شغالين عليهم إحنا دلوقتي شغالين على 14 ونص في المية من مساحة المعمور المصري طبعا مش مخلصناهوش ولكن قدامنا فيه فترة بنشتغل فيه وده أعتقد إنجاز مهم جدا جدا الإنجاز ده بيترجم على الواقع اللي إحنا موجودين فيه مفيش مجتمع عمراني مش متكامل مفيهوش كل العناصر النوادي والأنشطة الرياضية من أهم عناصر الحياة اهتمامنا بالعمران والعمران مش المباني العمران هو أمر المولى عز وجل لإدم أن يعمر في الأرض الزراعة عمران السياحة عمران الصناعة عمران الرياضة عمران اللي إحنا بنشهده النهاردة نوع مهم جدا من أنواع العمران اللي إحنا بنهتم به لأن العمران ده بيخاطب شريحة كبيرة جدا بتتواجد فترات طويلة جدا في المكان اللي بتعمره العمران الرياضي بينشأ عليه أنشطة كتير لأنه بيعمل ترافيك أو بيعمل رجل على المكان وبيعمل جذب وبيعمل تغيير في المحتوى إحنا عايزين بس حضراتكم الجامع الجميل اللي موجود النهاردة يقف كده ويبص ويتذكر التاريخ بتاع النهاردة 1 مايو 21 والأرض دي رمل وكمان عشر سنين زي ما كابت المحمود تكلم من خمسين سنة كانوا نفسهم يبقى فيه استاد إحنا عايزين بس كمان عشر سنين نفتكر الأرض دي والمكان ده هيبقى شكله عامل إزاي والأد فاليو أو القيمة المضافة اللي هيعملها مشروع زي ده للمناطق التانية اللي حواليه إحنا في وزارة الإسكان هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بنتيح أماكن للنوادي في المجتمعات العمرانية الجديدة عندنا نادي سموحة جي في العالمين ونوادي أخرى في الصواري وفي كل المجتمعات العمرانية بنقدم وفي هضبة أسيوت كل المجتمعات العمرانية بنقدم فيها فرص للأندية وبندعو برضو النادي الأهلي للتواجد معنا في ربوع مصر المختلفة وإن شاء الله الاستاد ده هيكون إضافة لمدينة الشيخ زايد وهيكون بإذن الله إضافة للموقع اللي احنا متواجدين فيه وكل اللي احنا بنطلبه من النادي الأهلي ومجلس إدارته وأعضاؤه هو الإسراء بعملية التنمية لأن كل ما أسرعت بعملية التنمية عوائد التنمية هتيجي لحضراتكم أسرع وأسرع إن شاء الله وبشكركم شكرا جزيلا ألف عبروك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر